لنا متعددة اللغات تتكلم اللغة الألمانية واللغة الهولندية أيضاً هذا يعني إنها تفكر بلغتين عندما تتكلم لنا باللغة الهولندية لا يمكنها تجاهل اللغة الألمانية عندما تتكلم لنا عن الطعام تستيقظ كل الكلمات التي لها علاقة بالطعام وليس باللغة الهولندية فقط ولكن باللغة الألمانية أيضاً لذلك ليس من السهل العثور على الكلمة الصحيحة باللغة الصحيحة إنما تريد لنا نتقل كلمة الهولندية للملعقة فقد تقول الكلمة الألمانية بالصدفة أمر متعدد اللغات أيضاً لأنه يتكلم اللغة الهولندية واللغة التركية في بعض الأحيان عندما يقرأ أو يسمع أي كلمة لا يعرف إذا تكون الكلمة تركية أم هولندية على سبيل المثال كلمة باستا تعني المعكرونة بالهولندية والمعجنات بالتركية في بعض الأحيان يحتاجون الأطفال مثل أمره المزيد من الوقت ليفهموا ما هي الكلمة لكن معرفة لغتين يمكن أن يساعدك أيضاً عندما أمر يسمع الكلمة الهولندية لبطريق بينغفين يتعرف أيضاً على الكلمة التركية لأنها تبدو متشابهة في هذه الحالة يعرف الكلمة بشكل أسرع إذا أنت متعدد اللغات فيمكنك دائماً اختيار اللغة التي تتحدث بها أحياناً يخترع الأطفال جمل بكلمات من اللغتين ها هي لينا مرة أخرى وهي تقول انظري ماما فراجة عجلة قد يبدو هذا خليط من اللغتين لكنه ليس كذلك هذه الجمل تتبع قواعد اللغتين تستخدم لينا كلمة ألمانية وتحولها إلى كلمة هولندية لذلك خلط اللغتين في الواقع شيء مبدع للغاية إذا كنت متعدد اللغات فأنت أحياناً تفعل الأشياء بشكل مختلف وهذا منطقي لأن لديك أكثر من لغة في رأسك هذه اللغات مترابطة في بعض الأحيان تكون متناقضة وفي بعض الأحيان تساعد بعضها البعض لا يمكنك مقارنة معرفة شخص ثنائي اللغة بشخصين أحادي اللغة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر